أدى اليمين القانوني أمام صاحب السمو شيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم سعادت الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط الانهيان سفير الدولة المعين لدى دولة قطر الشقيقة وسعادت سالم إبراهيم بن أحمد محمد النقبي سفير الدولة المعين لدى جمهورية كينيا وعرب صاحب السمو رئيس الدولة خلال مراسم يداء اليمين التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي عن تمنياته لسفيري الدولة التوفيق والنجاح في مهمهما الجديدة وحثهما على بذل جهودهما الدؤوبة لتعزيز علاقات دولة الإمارات مع دولتي قطر الشقيقة وكينيا الصديقة على مختلف المستويات مؤكدا سموه حرص الدولة على ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لما فيه الخير للجميع من جانبهما عبر سفير الدولة عن اعتزازهما بالثقة الغالية التي أولدهما إياها القيادة الحكيمة لتمثيل الدولة والإسهم في تحقيق مصالحها الوطنية عبر تعزيز أواصل الأخوة والصداقة والتعاون التي تربطها مع الدول الشقيقة والصديقة حضر مراسم أداء اليمين سموه شيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسموه شيخ حمدان بن محمد بن زايد الانهيان ومعالي شيخ محمد بن حمد بن طحنون الانهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي شيخ شخبوط بن نهيان الانهيان وزير دولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة